السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين احبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الايام المباركة هي ايام معظمة عند الله نحن الان نعيش في شهر محرم الحرام هذا الشهر هو من اعظم شهور السنة ربنا عز وجل عظمه وشرفه من بين سائر الشهور ربنا عز وجل اضافه الى نفسه فنقول شهر الله الحرام وهذا فيه تشريف وتكريم لهذا الشهر شهر محرم الحرام هو منذ القدم كان الناس يعظمونه حتى قبل الاسلام في الجاهلية كانت عظيم شهر الله الحرام السؤال لماذا شرف الله هذا الشهر وجعله قبل الاسلام معظما مكرما مشرفا عند الكثير من الامم والاقوام لان هذا الشهر فيه يوم عظيم يسمى يوم عاشراء الذي هو اليوم العاشر من شهر محرم عاشراء يوم مبارك يوم مكرم يوم فيه من الاسرار ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى منذ القدم والاقوام والاديان والامم يشرفون ويعظمون عاشراء غدا باذن الله تعالى سيكون لنا موعد مع عاشراء الذي هو اليوم العاشر من محرم يومنا هذا يوم تسوع غدا عاشراء فلماذا كرم الله تعالى هذا اليوم وما هي العادات والتقاليد التي يقوم بها الناس واعتادوا ان يحيوا بها هذه الايام تسوعاء وعاشراء الكلام الطويل ولعلكم تعلمون تفاصيل ذلك لكن باختصار شديد سؤال يطرحه الكثير من الناس ما الذي علينا ان نفعل في عاشراء وتسوعاء اذا نردى الى المجتمع من حيث التقاليد والعادات الشعبية فاننا نجد عدد كبير من الممارسات التي هي مجرد تقاليد لكن التابت في السنة النبوية الشريفة المطهرة هذا اليوم معظم وطريقة تعظيمه يكون بصيامه فقط صيام هذا اليوم المكرم وقد جاء في الحديث ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة المكرمة ووصل الى المدينة المنورة صادف هناك اقليات من اليهود كان هناك يهود بن قريضة ويهود بن النظير ويهود خيبر مجموعة من القبائل اليهودية كانوا متمسكين بيهوديتهم وكان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يربط بينهم جسور للحوار والتواصل هم اهل كتاب اهل دين وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا بعث برسالة خاتمة وبعث بقرآن عظيم خاتم فكان يسألهم جلس بعض علمائهم فوجدهم صائمين لما اردوا ان يقدموا شيئا للطعام والشراب امتنعوا سيدنا النبي قال لهم ما بلكم لماذا لا تريدن ان تأكلوا او تشربوا قالوا نحن صائمين وصدف ذلك اليوم يوم عشرة فقال لهم ولماذا تصومون هذا اليوم عشرة قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وبني اسرائيل من الغرق في هذا اليوم غرق فرعون وفي هذا اليوم استوت السفينة على الجود في عهد سيدنا نوح فصامه نوح وصامه موسى شكرا لله سيدنا موسى صام ذلك اليوم لما نجاه الله تعالى من كيد فرعون واغرق فرعون وجنده سيدنا موسى صام ذلك اليوم وسيدنا نوح لما كان في السفينة وغرق من غرق واستوت السفينة على الجود ونجى نوح ومن معه صام ذلك اليوم شكرا لله فاذا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم نحن أحق منكم بموسى موسى نبي وهو مذكور في كتابنا وأحق بصوم هذا اليوم فاذا بالنبي الكريم يصوم ذلك اليوم وأمر أصحابه بالصوم هذا ما هو تابت في السنة النبوية الشريفة بعد ذلك سوف ينزل الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السماء وسيخبره المولى عز وجل بأسرار هذا اليوم ويخبره بالكرمات وبالمغفرة التي جعلها الله تعالى في هذا اليوم فاذا بالنبي الكريم يجمع صحابته ويقول صوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمقبلة وصوم يوم عشراء يكفر السنة الماضية فجاء تشريع سماوي بأن صيام هذا اليوم عشراء من صامه؟ في الأول كان الأمر مجرد تضام مع سيدنا موسى عليه السلام لأنه كان معرضا للظلم ومن مقاصد الإسلام هو التضامن مع كل مظلوم ولكن بعد ذلك جاء الوحي الإلهي ليؤكد بأن القضية ليست مجرد تضامن مع مظلوم وإنما هي عبادة للرحمن سبحانه وتعالى فأكرم الله تعالى المسلمين بأن صيام يوم عشراء يكفر السنة الماضية إذا كان يوم عارفة وهو أعظم أيام الله في السنة يكفر سنتين الماضية والبقية فإن صوم عشراء يكفر السنة الماضية هكذا قال النبي الكريم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها فهذه بشرى لنا بشرى عظيمة لا شك أن كل واحد منا له ما له وعليه ما عليه من الذنوب والخطايا طيلة السنة يا ما ارتكبنا خطايا يا ما ارتكبنا موبقات يا ما لم نحافظ على الصلاة في وقتها يا ما وقعنا في هنات أكيد أن كل واحد منا حينما يلتفت خلفه ويرى حصينة سنته يأسف ويخاف ويقلق فيأتي صيام هذا اليوم فيغفر ربنا سبحانه وتعالى ويكفر جميع الذنوب والخطايا التي مرت السنة الماضية هذه كرامة أكرم بها الله تعالى هذه الأمة وهذه نعمة أنعم الله بها علينا فعلينا المزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى في العام الذي بعده صيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشراء وأمر صحابته بصيامه فجاء عنده بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله هذا اليوم تعظمه اليهود وتعظمه حتى النصارى فلابد أن نخالفهم فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فهذه مخالفة لليهود والنصارى بأن يزيد عن هذا اليوم يوما قبله أو يوما بعده والراجح يوما قبله التاسع لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك العام كان العام الذي سوف يلتحق فيه بالرفيق الأعلى توفي ولم يصوم ذلك العام كان قد التحق بالرفيق الأعلى خلصة الكلام أيها الأحبة الكرام شريعة الإسلام في هذا اليوم وهو أننا نصوم يوم عاشراء الصيام هو التابت الأساس نصوم عاشراء ومن زاد عليه صامة سعى كان نطلب من كل واحد من المستمعين والمستمعات الكرماء أنه رغم الإكرهات والتعب ذي العمل وذي المسؤولية للأولاد رغم كل شيء ورغم الحرارة أو رغم طول اليوم لا عليك اقفز فوق كل هذه التخوفات واحرص على صيام الغد فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفر عنك كل الذنوب والخطايا التي مضت السنة الماضية ولا شك أن كل واحد منا يعلم في نفسه كم من الذنوب وكم من الخطايا وكم من التفريط في جنب الله فعلينا أن نجتهد هذا اليوم العظيم أيها الأحبة الكرام حينما نقرأ في السنة النبوية الشريفة وفي الأدلة نجد بأن فيه أحداث كرام وقعت قيل بأن هذا اليوم تاب الله فيه على آدم سيدنا آدم عليه السلام حينما ارتكب الخطيئة وربنا عز وجل قال له يا آدم هذه الجنة كل واشرب وتمتع فيها كل شيء عندك مباح إلا هذه الشجرة إياك أن تقرب هذه الشجرة لكن آدم بفعل وسوسة الشيطان أغواه فضعف ثم ذهب إلى الشجرة فأكل منها وزوجته حواء وقاسمهما إني لكم لمن النصحين فخدع آدم فلما أكل من الشجرة غضب الله عليه وبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة ربنا غضب غضبا شديدا على آدم لأنه لم يأمره إلا بأمر واحد أو قل لم ينهه إلا عن نهي واحد ومع ذلك لم ينجح لم نجد له عزمة بقي يا سيدنا آدم مدة طويلة وهو تائه وربنا عز وجل عليه غضبان لكن سيدنا آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ذلك اليوم الذي أدركت التوبة كان سيدنا آدم فرحا مسرورا يسجد لله لأن الله أخبره يا آدم لقد قابلت توبتك بعد مدة طويلة من الانتظار فوفق ذلك اليوم يوم عشورا لهذا يسمى هذا اليوم يوم التوبة ويوم المغفرة هذا اليوم أيضا قيل بأن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما كان في صراع مع النمرود ذلك الحاكم المتمرد ذلك الحاكم المتسلط الذي كان يقتل الأنبياء والصالحين وقد نصب من جنيق وحفر حفر من النار وأراد أن يعذب إبراهيم عليه السلام أمام الملأ سيدنا إبراهيم كان يعاني في المواجهة وكان النمرود كل يوم يسوف متى سوف نعذبه وكيف سيعدب إبراهيم هل يكون شنقا أم يكون بسفك دمه أم يكون بإحراقه ظل النمرود يجتمع مع مجموعة من مستشاريه ويقولون كيف نقضي على إبراهيم وعلى دعوته البعض يقول ليشنق والبعض الآخر يقول لا ليسال دمه والبعض الآخر قال لا بل ليحرق بالنار هذل أيام ما كيتكلموا كيتكلموا وكيتسنو ويسوفون فإذا بهم يصادفون يوم عاشورا ذلك اليوم أرادوا أن يحرقوا سينا إبراهيم فإذا بالله جل جلاله يقول للنار يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأنقض الله تعالى نبيه إبراهيم في يوم عاشورا يوم عظم مكرم وقيل أيضا هذا اليوم يوم المغفرة سيغفر الله تعالى لنبيه داوود عليه السلام سيدنا داوود عليه السلام لما كان نبيا حاكما وكان عنده مجلس قضاء وحكم في القضاء ولم يحكم لم يتبين له وجه العدل كان حكمه يتضمن ظلما لأحد الأطراف فندم داوود عليه السلام واستغفر ربه وأناب فغفر له لأن أحكمه لم تكن صائبة وصرف ذلك اليوم يوم عاشورا وقيل أن ذلك اليوم ابن داوود لهو سليمان عليه السلام كان عابدا وكان زاهدا وفي تلك الأيام كان يطلب الله تعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يعطيش ملك عظيم وفعلا بقى كدعو سليمان هذا الدعاء فأعطاه الله تعالى الملك اليوم الذي نصبه وأعطاه السلطة وأعطاه السولجان وافق يوم عاشورا وهب له ملكا عظيما وقيل أن هذا اليوم عاشورا أيضا وفقا لما خرج نبي الله يونس عليه السلام من بطن الحوت سيد يونس الذي بعته الله تعالى إلى مئة ألف أو يزيدون ولكنه أصابه القلق والدجر فترك قومه وركب في السفينة وحينما أرد السفينة أن تغرق قالوا إن بها عبدا أبقى ومن تم رموه في أعماق البحر فالتقمه الحوت وظل سيدنا يونس قيل ثلاث أيام ثلاث أيام في بطن الحوت كان صائم لهذا اليهود يصومون صيام ثلاث أيام متتالية يسمونها صيام يونس ابن متى بقي في بطن الحوت وربنا غضبان على يونس إلى أن قال تلك الأذكار قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بقي يونس يذكر الله ويدعو الله تعالى ولكن الله لم يأبه به حتى الملائكة في السماء تقول يا ربنا إن هدى عبدك يونس لطالما دعك بالليل والنهار فيقول الله تعالى إنه عبد أبق لن أسمع منه ولن أغفر له إلى أن ألهمه الله أذكارا عظيمة ماذا قال؟ قال سيد يونس في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما قال هذه الكلمات العظيمة ربنا عز وجل تاب عليه وأخرجه من مطن الحوت لولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعتون فخرج من مطن الحوت وصدف ذلك اليوم يوم عاشوراء وقيل أيضا أن سيدنا أيوب عليه السلام الذي ابتله الله تعالى بمرض خبيث سرطان من درجة قوية وظل سبعة عشر سنة وهو يعاني ويصبر وزوجته تقول له يا أيوب أنت نبي ودعوتك مستجابة أدعو ربك ليكشف عنك العذاب فكان يقول لا ربي هو الذي ابتلاني ولن أرفض قدر الله ربنا عز وجل حينما يرى أنه مناسبا أن يرفع عني العذاب فليرفعه وظل صابرا صبر أيوب وحينما جاء الفرج الإلهي ورفع الله البلاء عن أيوب وافق يوم عاشوراء وهكذا أحداث كثيرة وقعت حتى سيدنا يوسف نبي الله يوسف قيل بأنه كان كان منذ صغره وهو تائه من دار العزيز إلى السهن إلى قصر الملك وبقي حوالي خمسة وعشرين سنة وهو ووفدته مفارقا لأبيه فكان يعقوب عليه السلام يدعو الله تعالى أن يرد إليه ابنه يوسف فلدة كبده وحينما سوف يلقي عليه ثوبه ويرتد بصيرا ويرجع يوسف وفق ذلك اليوم يوم عاشوراء وهكذا أحداث كثيرة يقال بأنها وقعت في هذا اليوم فهو يوم معظم نجى الله فيه تعالى نوح وقومه ممن ركبوا في السفينة حتى استوت على الجود ونجى الله فيه موسى عليه السلام من كيد فرعون لهذا فجميع الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام وحتى الصابئة وغيرها من الأديان الأخرى الكل يعظم يوم عاشوراء وهذا التعظيم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نصومه ويكفر الله تعالى بصيانه سيئاتنا لكن هناك التاريخ التاريخ يشهد بأنه قد وقعت أحداث غريبة ومريبة في هذا اليوم لعل من أبرزها وهو مقتل سيدنا الحسين عليه السلام في معركة كربلاء في سنة واحد وستين للهجرة تلك المعركة كربلاء التي تسمى كربون وبلاء كربون وبلاء وكان حدثا مروعا مقتل حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشباب أهل الجنة سيدنا الحسين عليه السلام ومن ثم سوف تنقسم الأمة الإسلامية إلى طائفتين كبيرتين طائفة الشيعة وطائفة أهل السنة والجماعة منذ هذه الواقعة انقسم المسلمون وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الفتن التي سوف تحدث في الأمة منها أنهم سيكونون الشيعة وكان أولها أن انقسمت الأمة إلى الشيعة وسنة بعد مقتل سيدنا الحسين لهذا إخواننا الشيعة عندهم تقوس وتقاليد غريبة وأهل السنة والجماعة عندهم أيضا تقوس وتقاليد غريبة نحن المغاربة المغاربة يوم عاشراء يوم معظم عندنا عندنا تقاليد وعادات ولتناها أبنا عن جد في عاشراء ما الذي يحدث في المشرق؟ المشرق الناس عادة وحد الفئة اللي هم محسوبين عن فلك السنة والجماعة هذا اليوم يرقصون ويدربون بالدفوف والمزانير ويوسعون على عيالهم ويصنعون لهم ألعاب والألعاب دائما قتالية تجد هناك مسدسات وبنادق وسيوف ومفرقعة الألعاب هي حربية تذكر بذلك الجو المتشنج الذي كان بين المسلمين فأهل السنة والجماعة كأنهم فارحوا بمقتل سيدنا الحسين عليه السلام فإذا بهم وسعوا على عيالهم بالفواكه شروا الفاكية ودربوا بالدفوف وغنوا وجعلوا ذلك اليوم يوم فرح وسرور أهل الشيعة جعلوه يوم حزن لبسوا السواد وبدأوا يبكون ويدربون خدودهم وصدورهم وأضرموا النيران وطافوا حول النار وامتنعوا عن الطعام فكان هكذا العالم الإسلامي انقسم إلى نوعين مغربنا الحبيب أيام زمان كان فيه تواجد شيعي محدود وكان فيه أهل السنة والجماعة فكان الناس يقيمون كذا وكذا إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا نجد بأن هناك أناس كدربوا بالدفوف بالتعارج وكدروا المزامير وكدروا الألعاب وكدروا الفاكية يعبرون عن الفرح والسرور وفي أثانية ربما بغير معرفة يضرمون النيران ويطفون حولها اللي يوقع هو أن في التاريخ قامت واحد طائفة مليشافة الأمة الإسلامية انقسمت إلى قسمين وصبحت هناك تقالد وعدت غريبة عن الإسلام دار واحد العداء أخرى ثالثة وهي اليوم الموالي يوم الحادي عشر سموه يوم زمزم ما هو يوم زمزم؟ هو أن الناس يقولوا أجنط فيو الغضب هذه العافية نتفوها فكيرموا الماء على الناس ويرشونهم بالماء يقولوا أجنط فيو الغضب في قلوبنا وذلك العافية نتفوها يرشون الناس بالماء هذا هو اللي بقي ما زال أنا في عادتنا المغربية كالقوداب الآن في الأحياء الشعبية غد يلقوا الناس كي يدربوا التعارج وفرحانين وخصوصا النساء النساء لأن سيدنا الحسين هو رمز للحرية سيدنا الحسين رمز لرفع الضلم سيدنا الحسين رمز لإقرار العدل فالنساء اللي كانوا محرومات وكانوا كيطلبوا الحرية كانوا كيستغلوا يوم عشراء وكيخرجوا كيضربوا بالدفوف ويغنين ويرددنا واحد الشعار كيقولوا باب عيشور معلن أحكام آلا لا باب عيشور معلن أحكام آلا لا كانت النساء عندهم أحكام شديدة عليهن المدخش المرأة لا خروج لها إلا مرتين خرجت إلى بيت زوجها وخرجت إلى قبرها كانت هناك تقاليد وعادات تحكم النساء فكانت المرأة في يوم عشراء عند الحرية كيتهز الطبل وللبندير للطريقة وكيتخرج مع زميلاتها إلى الشوارع وإلى الأزقة وكيبقوا إلى منتصف الليل يغنين ويضربن بالدفوف ويرددن هذا الشعار باب عيشور معلن أحكام آلا لا لكن هناك أيضا تقاليد أخرى اللي هي جميلة وتبقى غير تقاليد بعض العائلات يقومون بالتهيئة الجديدة بهذه المناسبة بعد عيد الأضحى كانوا يخذوا الجديد ويخذوه خصا ديالة يخذوه وحتال يوم عشراء ويفوروا عليها الكسكسون ويقولوا هذا الجديد معناه سلة الأرحم من اللي كان ناكلوا اللحم جديد كيقعد العلاقة بين أفراد العائلة والأحباب ما كان سوش الماضي بينتنا وكيكون هناك الإخلاص للذي مضى وكيكون تزود بالفاكية على الجميع وكينا عادة أخرى جميلة ربما ممكن نذكرها أن التجار التجار يقوموا ببيع كل بضائعهم يدروا الصود كين بعض التجار عبر التاريخ المغربي أيام زمان كانوا كيختاروا مشتفة الصيف أو الربيع وإنما كيختاروا يوم عاشرة فكيقول لك التاجر بغي يبيع كل تجارة بأقل تمن خصويت برك ما يخلي التحجة في المحل دياله من يدخل المحرم حتى العاشرة العاشر خصويت البضاع اللي عنده في المحل يبيع ولو يبيع بأقل تمن تبركا بشي عود جد بضاعة جديدة وكين كذلك وحد العادة جميلة وجميلة وجميلة جدا اعتاد عليها المغاربة وهي أنهم الأسر الغنية يقدمون زكاة أموالهم في عاشرة عشر أموالهم العشر دي الأموال دي لخصويت اللحة وغيرهم فالأموال در على الحول يخرجوا على الفقراء وكيوسوا لهم فكانوا الناس كي تسنوا عاشرة إمتى لأنكين بعض العائلات الكريمة أنها تعتبر هذه المناسبة إخراج لزكاة الأموال وطبعا الأمور اللي مخيفة هي ما يسمى يسمى ليلة الشعالة ليلة الشعالة اللي تلقى وحد المجموعة دي المراهقين يقومون بإدرام النيران على البنوة على المطاط وكي بدون يجتمر حول النار ويرددون أهزيج وهذه أهزيج اللي سمعتوها في الدكرة الشعبية رفي معظمها تحكي قصة مقتل سيدنا الحسين كلك تتكلم على الظلم الذي وقع لحفيد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم والخطر والخطر الأكبر هو اللي كنت سمعو دابا الآن وحد المجموعة للشباب والمراهقين وحد الأطفال كي يستعملوا المفرقعات والألعاب النارية هذه خطيرة جدا خطيرة لأن كيتعلم الإنسان أنه يمزق الأمن والأمان وستر السلام كي يعد هناك نوع من التعود على الفعل الإرهابي أنه مفرقعات وصواريخ وألعاب هذه عادات وتقاليد كثيرة وكثيرة في هذه المناسبة ولكن ما نذكر به أيها الأحد بالكرم وهو الصيام كي نعادت أخرى لا داعي لذكرها وهي أن بعض الناس في هذه المناسبة الطيبة كيمشيوا للروضة كيمشيوا للمقابر علش في التقافة الشعبية مش في الدين غير في التقافة الشعبية كيقولوا بأن الأرواح تعود على الأجساد في يوم عشرة فالناس يقصدوا المقابر ديالهم ويزوروا الأموات ديالهم ويتصدقوا جميل زيادة المقابر والتصدق على الفقراء والمساكين لكن تخصيص هذا اليوم ملكة تعود المقبرة بحل سيسوق ليجتمعوا فيها الدكورة والإنات وكانت فقدوا الخشوع وكي يكون هناك واحد الجو اللي فيه ترفيه عوض أن يكون جو فيه ألم هذا أيضا أمر لا ينصح به زيادة المقابر زورها ولكن في أيام متعددة ولا داعي لكي يكون هناك اختلاط من الظكور والإنات الرحمة تصل إلى الميت في كل وقت وحين وقد تكون بعيد عليه أي نعم الميت يستأنس بزيارة قريبه ملك القاحدة في المقبرة يستأنس به الميت ولكن الذي يقع في بعض المقابر فوضى اختلط الضكور بالإنات وقد تضيع مظاهر الخشوع وقد تصبح واحد النوع من الاحتفالية وهذا لا يليق بمملكة الأموات لا بد أن نحترم المقابر دينا لكن أخطر ما يقع في عاشورة وهو الأعمال السحرية واحد المجموعة دي الناس خاضوها من عند اليهود اليهود معروفين بأن لديهم خبرة كبيرة في السحر فالليبغة انتق منشي واحد المناسبة هي هذه هي عاشورة هناك سحر أسود وهناك سحر أبيض وهناك أشكال وألوان من السحريات يستعملها بعض الناس إما لجلب الحبيب وإما للتفريق بين الزوج وزوجه وإما لإبطال الربح في التجارة وإما لطرد موظف من وظيفته وإما 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 مجموعة الأشياء غريبة تقع للأسف هناك سوق رائجة للسحر وذلك كفر والعياد بالله لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هذا غير صدق الساحر أما أما إذا قال لدي لي واحد الخدمة صوب لي فلان دي لي واحد العكس فلان في الوظيفة دي لي واحد القضية ما يبقاش قاس فقه الكرسي يهرب من الكرسي يطج فلان مع فلان دي لي لي واحد السحر ما يبقاش بعضياتهم دي ما ذرى راسها دي ما عند الغتيان حتى رجل لا يزهد فيها فلان عنده التجارة دي لي البوار ما يبيع ما يشري هذيك الأرض يبقى متقفى هذيك المحل يبقى دائما رجع النور هذي كلها أعمال شيطانية نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكل من يقوم بها لا حول ولا قوة إلا بالله لن أطيل عليكم مستمعي الأفاضل فأرقامنا مفتوحة في وجه الجميع لكي نتناقش حول هذا الموضوع هذه اللحظة هناك احتفالات كبيرة هذه اللحظة بالضبط في الأزقة والشوارع والمدن العتيقة هناك النساء يضربنا بالدفوف ويزغردنا ويغنينا منهم من يقول باب عشور معلن أحكام ألا لا ومنهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله